لما عرفت أو يعني لما اتفقت مع الشباب أن الحركة تبقى موجود النهاردة في الاعداد قلت روم الكابتن عمر هو اللي عمل الجيل بتاع الشباب دة أو عمل معظم اللعبين الشباب اللي ت눈قوا جدا مع النادي الاهلي في كاس الربطة والناس كلها كانت معجبة بهم وبأداءهم من فترات سابقها يعني كان بعض الليهم أحيانا إنه النادي الاهلي فين شباب النادي الاهلي دلوقتي لأ النادي الاهلي عنده مجموعة رائعة من الشباب وشفتنا لعيبة كمان موجودة مع الأهلي في كاس العلم من الأندية ده حصل إزاي مع حضر الحركة توليت المهمة سنتين وشفتنا لعيبة مميزة دلوقتي الآن في الشباب النادي الأهلي يعني أنا زي ما قلت في بداية كلامي أنا بعد ما رجعت من السعودية كان حصل تواصل ما بيني وما بين كابتن سيد عبد الحفيز على إن فريق الشباب اللي هو موليد 99 ده كان عدل عبد الرحمن هو اللي مسكه وبعدين جاله اللي هو العرض بتاع سموحة فراح فمنصب المدير الفني ده فدي فلما كلمني وعرفت إن الفرقة دي طبعا الفريق الأول وفيها برضو يعني لعيبة موهوبين ولعيبة على مستوى برضو عالي يعني طبعا عارف حتة إنك النادي الأهلي لما يرد عليك العمل في النادي دي ما بيباش فيها تردد يعني صحيح فبدأت مع فريق اللي هو موليد 97 كان هو الدور التاني ومن بداية الموسم بقى اللي بعدين كان خلاص المسابقة بتاعة 97 دي تلاغت فطلع بقى فريق 99 بقى هو للشباب اشتغلنا معهم يعني بشكل كويس جدا ويمكن إحنا برضو اللعيبة دي كان حظاها واحش شوية لأنها لما وصلت لأعلى فرمة حصل التوقف اللي هو بتاع كورونا يعني يعني الموسم الأول ده كانوا ماشيين بشكل كبير جدا وعملين يعني نتائج طيبة جدا وكنا متصدرين تقريبا الدوري يعني يمكن بفرق سبعة نقاط أو تامن نقاط وعمل مطشاط على مستوى عالي وفي الفترة دي يعني قبل ما يحصل للتوقف ده لأ حصل إن فيه كان حوالي أربع لعيبة أو خمس لعيبة كمان تسعدوا مع الفريق الأول بيتمرانوا آه ما بيلعبوش بس متواجدين اللعيبة مسمعة آه حصل بعد كده الموسم التاني اللي هو الموسم اللي فات ده برضو عملنا موسم طيب جدا وشكل إيجابي جدا وآه ولاعب بقى منهم لعيبة في الفريق الأول يعني فاخري لعب كان موجود أيوة آه برضو عبد الرحمن مانو كان موجود آه منعم طبعا ده طبعا يعني يعني ده واحد من الناس اللي الواحد يعني أنا مبسوط إن أنا اتمرنت معاه وإن أنا مرنته لمدة سنتين في النادي لأنه من المواهب اللي هي تستحق الإشادة بصراحة يعني ويمكن هو ده طبعا وهو أثبت الكلام ده كله في الفترة اللي فاتت دي سواء مع المنتخب أو كان قبل كده مع أو الفترة حتى اللي قدها مع فيوتشر يعني هو يعني بصراحة من اللعيبة الجايدين جدا كنت مؤيد لفكرة خروج محمد عبد المنعم للقارة ولا كنت شايف إنه يقدر يشارك أساسي مع الفريق الأول بشكل سريع من وجهة نظرك يعني طبعا الجايد الفني الفريق الأول هو اللي في النهاية بياخد القرار ده بس إنت من وجهة نظرك كنت شايف إن محمد عبد المنعم ينفع يلعب أساسي على طول معناه دي من غير ما ياخد تجربة سموحة وفوتشر يعني أنا كان رأيي هو وإحمد عبد القاتر يبقوا موجودين ما يمشوش أصلا ما يمشوش بس يعني أنا برضو أنا عايز أقول لك على حاجة أنا أحترم برضو هنا رأيي كابتن الخطيب واللجنة طبعا ليه؟ هقول لك ليه؟ أنا في الاجتماع بتاع اللجنة قلت كده قلت الاتنين دول يبقوا موجودين ما يمشوش شعار ويتشافوا ويتمرنوا لأن هم حيكتسبوا خبرات كبيرة جدا وهم بيتمرنوا مع اللعبة بتاعة الفريق الأول كان رأيي كابتن رأيي كابتن الخطيب أنه هم ممكن وهم موجودين في النادي ما يلعبوش إنما لو طلعوا هيلعبوا ولو لعبوا المباريات هتبقى بالنسبة لهم أفيد من التدريب صح ودي كانت وجهة نظر